ممثلة شهيرة بتعتذر لجميع الفنانين المصريين لهذا السبب واعتذرت الفنانة المصرية حالى شيحة لجميع فنانين مصر بشأن تصريحات لها تداولتها وسائل الإعلام وتم ترويجها بطريقة خاطئة أكدت حالى شيحة في بيان صادر عن نقابة المهن التمثيلية بعد لقاء النقيب أشرف زكي أن نقابة ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر وكانت حالى شيحة قد انتقدت الفنان تامر حسني بعد طرحه فيديو كليب بأحبك من فيلم مش أنا واللي بيتضمن مشاهد تجمعه بها ورغم أنها نشرت على صفحتها الشخصية منشورة كشفت فيه تبرقها من العمل في الوقت الحالي كتبت هالى شيحة وقتها أن انتقدت تامر حسني كان بسبب أنه وعدها باحترام رغبتها ومطالبها وقالت الكليب ده ما يرضيش ربنا مشيرة على أنها قامت بالبكاء عندما شاهدت نفسها بالفيديو دي كانت زلة المشاهد لا تصح وانا غلطت وبصلح الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا وما نبقاش قدوة لولدنا يبقى باطل وما يبقاش فن وحب أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت وانا مطرب وانا دايما خايف كده بمجرد نشر حالى شيحة هذا المنشور علق أشرف زكي بالقول إن لا مجال لها في النقابة وأكد أنه أخطأ حين وافق على عودتها وكما قال في تصريحات أخرى إن كلام حالى شيحة بيمث الأسرة الفنية لكن قال إن الأسرة الفنية في مصر متسمحة مصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد أطرق حضراتكم بالتعليق على هذا الخبر اشتركوا في القناة